غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت متجها إلى العاصمة الإسبانية مدريد وذلك في زيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة الإسبانية في إطار تعميق التعاون مع الحكومة الإسبانية حيث تعد إسبانيا إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والنشطة على الساحة الدولية هذا وسيعقد أبو الغيت جلسة عمل مع وزير الخارجية الإسبانية خسيء الباريس وذلك لبحث عدد من القضايا والموضوعات الأولوية والاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الأخيرة على السحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة القادمة